المهندس متابل خوالد مدير منطقة وادي السير اللي صار هاي الحفرية يعني فيها فحوصات مصدقة من النقابة وكل امورها يعني ترخيصة صحيحة لكن احنا يعني قبل اسبوع شفنا انه الوضع سيء فاخذنا اجراءات سلام عامة مع المقاول ومبارح اعطينا كمان اجراءات ووقفنا عن الشغل واليوم طلبوا منه رقابة العمار انه يعمل تدعيم للحفرية ولكن صار اللي صار زي ما انتوا شايفين ما عارف لا ما عندي اي خبر لا حد الان ما عارف تبلغنا الساعة الثانية عشر وثلث من ظهر هذا اليوم طبعا انهيار اتربة وحجارة اثناء قيام بعمليات حفريات انشائية للأسف كان هناك ثلاث اشخاص محاصرين يحملون الجنسية المصرية تم اخراج احد الاشخاص طبعا في حالة وفر حقيقة فريق البحث والانقاذ الاردني وبالاضافة الى فرق الانقاذ في مديرية الدفاع مدني غرب عمان تبذل جهود حثيثة لاخراج الشخصين المحاصرين الذين بقيوا يعني تحت الانقاذ يتم الان استخدام المعدات الثقيلة وايضا المعدات المتخصصة الصغيرة لعمليات الاخراج اخراج هؤلاء الشخصين الذين بقوا حقيقة صعوبات تواجه فرق الانقاذ نتيجة عمق الحفرية بالاضافة الى وجود بعض انهيارات الاتربة فبالتالي يتم العمل بدقة وبحذر شديد حتى ما تتعرض في رق الانقاذ لاي يعني اصابات وبالتالي نأمل ان شاء الله بالساعات القادمة يتم اخراج الشخصين الذين بقوا محاصرين تحت الاتربة الشخص اللي خرج للأسف في حالة وفاة تم نقله الى المستشفى طبعا نتيجة وجود كميات كبيرة من الردم عليه تم اخراجه وبقي لدينا شخصين غير معروف مكانهم الان يتم ازالة الردم وان شاء الله يعني في الساعات القادمة سيتم اخراجهم من تحت الانقاذ يعني هذا تحدد وزارة الاشغال وايضا بالاضافة الى امانة عمان قد يكون هناك خلل لعدم وجود اي استنادات تمنع وقوع الاتربة لكن هذا نتركه للجنة التحقيق لمعرفة السبب الذي ادى الى هذا الانهيار اشتركوا في القناة شكرا